السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ان شاء الله الكورس بتاعنا بتاع زي ويب. كلمنا السيشن اللي فاتت على السنسورز بتاعتي زي ويب. وقلنا قبلها السيشن اللي قبلها. ان زي ويب كسيستم هاداما هيتكون من جيت وي. نسميه زي ويب هب او جيت وي. اه. وده ده المين بتاع السيستم اللي عندي. وبعد كده عندي سنسورز اللي بتاخد داتا توديها للسيستم. ومتاخدش اكشن. اننيس ان انا قلت للسيستم نخد اكشن معي. وفيه اكتويترز وفري موز. اوكي? واتكلمنا على السنسورز المرة اللي فاتت. المين سنسورز بتاعتي في بارو. واتكلمنا كمان على الجهاز زي اسمه اه امبلانت. وده قلنا ان هو بيحول اي حتى سنسور ستيوبت لسمارت. اوكي? هنتكلم النهاردة على الاكتويترز. الاكتويترز عندي في في بارو او في الزواج في البرتفوليو بتاعنا. بتقسم لتو كاديجوريز. تعالنا نبص صليم كده بصراع مع بعض. عندي بتاعي في بارو. هنتكلم في الاكتويترز. انا عندي في الاكتويترز اي حاجة كتير قوي. هخديني اولا اكتويترز. في بارو عندها في الاكتويترز او في الاكتويترز in general. موديل كده اللي احنا منسميه السمارت او المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده اتكلمنا عليه مرة رفاتت شوية. اللي هو الشكل اللي انها شايفينه ده. ده جهاز صغير. بتحطه جوه الفلاش ماونت. فهنتبص عليه دلوقتي بالتفصيل. الفورم ده بنسميه ماكرو كنترولر. تمام? او ماكرو موديل. ماكرو موديل ده بتحطي جوه بين المفتاح الكهرباء العادي. والاسلاك او اللوت. علشان يخليها سمارت. تمام? فده رنج. وفي الرنج اللي عندي في بارو التاني. الوالي. هنتكلم برضو عليه. ده رنج تاني اللي هو شكله جميل جدا ومختلف. وهنشوفه الصور ان شاء الله رب العالمين مع بعض في وفي العمل طبعا. وده شكل مختلف شوية مش كومون. في بارو عندها توتش بانيز. معنى ده الزرايط تدوس عليها. في بارو مش عاملة الكلام ده. احنا عندنا في البرتفوليو الكلام ده موجود من فندورس تانيين. مع فبارو. لعشان زي ما قلنا الزي ويف دايما فيها كومباتابلتي عالية جدا. تمام? دعا نتكلم على الحاجة دي بالتفصيل شوية. اول حد عندي هو الماكرو موديول بتاع فبارو. اه اللي بيستخدم في في السويتشنج بتاع اللايت. تمام? ده من سميه اللايت الريلاي سويتش او السويتش. او كي? زي ما احنا شايفين هو الفرنو بتاعه صغير. ده اللي قلنا عليه. الماكرو موديول. بتحطي جول الفلاش مانت. في العلبة بتاعتي عادي في الماكرو بوكس عادي جدا. بوصل بي السويتش نفسه. بوصل بيه اللوت. تمام? محتاجين نفهم بس قوي هو ايه? هو منه ده من سبارو. ده بياخد سينجل سويتش. ده بياخد سينجل لوت. ودابل سويتش بياخد تو لوت. اوكي? يعني قادر احط فيه عليه زرار تو جانجز. ووصل عليه تو لوت. اه نجفتين لمبتين مطبر. لكن سينجل سويتش هيوصل على سينجل جانج دفايس بلود واحد. طبعا لما نبص بعد كده في المانوالز هتعرفوا ان السينجل جانج او السينجل سويتش بيستحمل امبير اعلى من الدابل سويتش. اوكي? يعني لو ده تمانية امبير في الشانل السينجل. الدابل سويتش اللي هياخد ربعة امبير على الشانل. تمام? فديد الواضحة بالنسبة لنا شوية. فلونا عندي حاجات شوية. فضل احط اكتر ما حط واحد دابل. تمام? طيب توصيلته ازاي سهلة جدا? لو فهمنا التوصيلة بتاعة اي واحد منهم هنفهم ملكية كل التوصيلات بتاعة حاجة فبورة. والحاجات دي هناملها في العمل ان شاء الله عالمين مع بعض هتوصلها بايدك وتبرمجها بايدك فهتفهمها كويس. اول حاجة هو كجهاز لازم يكون وصل له احنا عارفين الكهرباء دايما طلع. او ساعة يقولها ونيوترل ولازم يتقفلوا عشان نقفل الدائرة. فاي جهازة يوصل لازم اول حاجة اهو ادي اللاين اهو. واصل اهو. واخد واحد منه للجهاز بتاعي. والنيوترل واخد طرف للجهاز بتاعي. عشان الجهاز يشتغل. ده معناه ان انا في البوكس اللي عندي انا محتاج احط النيوترل كابل كونكتد في الماجيك بوكس. تمام? فده للجهاز زي او معظم الاجهزة بتاعي بره. ده بتاعي بس هو الدمر. تمام? طيب. فاول حاجة خالص هو اوصل النيوترل. ممتاز. ايه تانية محتاجة هو اوصله? اللوت. اللوت هياخد اللاين بتاعه من السويتش بتاعي. عشان قادر هتحكم فيه فاللوت اهو. اللي دخل عندي. طلعته تاني. طلعته من نوكيبل. وصلته لللوت. لللمبة بتاعتي. واللوت كده كده واخد النيوترل بتاعي ومن فوق. من بره مش تابعي خلاص. تمام? فكده انا عملت ايه? كده بالنظام ده اقدر اتحكم في الموبايل بالموبايل بتاعي او من الدفايس بتاعي. في اللوت اللي موجود. لكن ما اقدرش اتحكم فيه مانويل. انا عادة اتحكم برضو مانويل يعني مستويتش ده. ادوس عليه افتح اللوت. اقف عليه اه 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 او اقفل اللوت. اتوجل اللوت مثلا. بحيث ان مش كل مرة محتاجة افتح الموبايل بتاعتي او اتحكم بالطريقة سمارت. جال يضيف ولا حاجة وده اسعى الضرار الضرار يشتغل. فتوصل هنا. اللاين هنا. والاس وان. اوكي? مع السويتش بتاعي. تمام? ده السويتش بتاعي. كده بكل بساطة ده توصل على سيستم بتاعي. الداب الرليل نفس الموضوع ما فيش اخترافات فيه خالص. كل جنج واصله على اس وان واس تون. وصل له لاين ونيوترل. ادي اللاين اهو. ماشي كده. والنيوترل الهو. عشان الجهاز يقوم. عندي تو لود. وساطة كل لودة عندي كيو وان. وعند كيو تو. ازا ما احنا شايفين كده. تمام? وهوصل بتاعي. عشان اتحكم فيه مانويل. كده خلصنا من موضوع ايه? طبعا زي احنا عارفين. هو كاكتويتر بيستخدم بردون سيجنال ريبيتر. حاجة التانية المهمة. هو بيقيس بتاعي. تمام? كل اجهزة فباره بتقيس بار كونسومشن عندي. وده مميز في اجهزة فباره. طبعا الجهاز اللي بيقيس بار كونسومشن دايما اغلى من بيقيس بار كونسومشن. ده بيقيس بار كونسومشن. يعني اقدر اعرف منه في الجراف بتاعي. انا اعمل فيديو تاني منفصل ان شاء الله بي دعني الترينيج للقصة دي. اقدر اعرف منه بتاع كل ديفايس. كل لامبة مسلا او كل لود موجودة عندي. تمام? وكان شغال كم ساعة بارها. واتطفى كم ساعة. فاقدر اعرف الاتو منه. واللوج بتاع باور كونسومشن. اوكي? بقدر اعمله كمان. هنتكلم معك لاندا في فيديو تاني منفصل. في السيشن بتاعة مختلفة عن السيشن الترينيج. اوكي? اللي بنعمل فيديو كل شوية وبنورز كل شوية توانفاتي ديها ان شاء الله رب العالمين. بنوضح لك فيها حاجة معينة. مرة مرة زي توصل المنتيميديا. مرة زي تستخدم عشان لو انت حتكتها قدام تعرف تريقيها ان شاء الله بلعاجة. اوكي? وبدأتبقى ان اوصل بعد كده. كده عارفنا خلاص ازي ان اوصل للسينج ريلي والدابل ريلي او سينجل سويتش ودابل سويتش. دي هنا معنا ان هو سينجل سويتش تو وكان فيه سينجل سويتش فيرجان وان قبل كده. سينجل سويتش فيرجان تو ودابل سويتش فيرجان تو. السويتش في هنا بطن صغير ده بوغرامنج بطن. يعني ده اللي بدوس عليه لما اجعل ادنج. تمام? وقدر دوس عليه عشان اشغل اللود او اقفله عشان اعمل تستنج. تمام? فده برضو باستخدمه ساعة. وكل اجهزة في بارو في بطن زي ده. تمام? خلصنا ده كده. فدر ليه? ده مكسوم هيشلي كام? لو سينجل هيشلي وان جانج. لو دابل هيشلي تو جانج. اوكي? طيب. بعدنا عن سويتش فيرجان عشان نتكمل النقطة دي. عندي من شركة تانية اسمي هيلتون. اوكي? سويتش تاني. نفس الموضوع شوية. اتحكمه اكبر شوية. بس برضو هوا فلاش ماونت. الميزة عن في بارو هنا ايه? ان ده بيشيل فايف جانجز. يعني ده ممكن اشتغل معه لغاية فايف جانجز. فايف لو انا عندي مثلا. في سويتش بوكس بتاعي. لتسي فور جانجز. عندي تو اوبشنز. اما احط تو جانجز. وتو جانجز من في بارو. يعني تو دابل سويتش. اوكي? عشان اغطي فور جانجز. او استخدم ايه? الهيلتون بتاعي ده. يغطي لي فايف تشانجز. هو هيغطي فور تشانجز في الكيس دي. واسيب تشانجل فاضي او استخدام يسين بعد. كده دي قصة تانية. اوكي? فزي احنا شايفين حجمه وشايفين بتاعته. فهو خمسة امبير لكل تشانجل. اه واقدر برمجه يستخدم من هو دراي دراي كونتاكت. اوكي? في فيه وقدر استخدمه. الحاجة التانية في التكنولوجيا بتاعت هيلتون حاجة اسمها اه زيرو كروس تكنولوجيا. اوكي? احنا اتكلم لها. احنا اتكلم عن ناشي التكنولوجيا. بس خليش فاكرين ان ده فيه التكنولوجيا اللي تخليه يقدر يتعامل مع الالي اي ديز. انا مور افشانت واي. كبام? عشان برضه بقى في الصورة. الجهاز ده الهيلتون بيتبع له برضه ادابتور بلاستيك. عشان احطيت احب احطه في الدين ريل. اقدر احطه. ده بيتبع من هيلتون. سوبرو بيتبع لها برضو يا اخوانا برضو دين ريل ديفايس. اوكي? من شركة ثالثة مرجودة عندي برضو. بحيث لو حبيت احط الديفايس دي جوه الدي بي لايسة من اسباب او دين ريل. اقدر اعمل لها هولدنج على دين ريل. من هيلتون احطها ببلاستيك الكلام ده. فده ادابتو ده بتبع بحيث ان اقدر احط الجهاز ده في الدين ريل. لكن لو احتاجت احطه بس جوه الفلاش جوه البوكس الماجيك بتاعي. اقدر احطه عادي مغير المشاكل دي كلها. فده الهيلتون. فكده انا عندي اقدر اغطي بسنجل ديفايس لغاية خمسة. مش ضروري على فكرة هو اي تمام? سواء ده او في بارو. الجايز يكون حاجة تانية خالص. مش مش جايز يكون. المهم بس لازم يحسب الامبير بتاعي كويس. وتأكد ان اللوت بتاعي او الحد اللي يسمح بيه للديفايس بتاعي. وده طبعا باسيك جدا في القصة بتاعي. بعد كده عندي برضو في اللايت كنترول عندي الديمر. الديمابل لايتس ان جنرال زي ما احنا عارفين الديمابل لايتس لازم يكون الديد نفسه او البالب نفسها ديمابل اوكي. عشان اقدر اخلي انها تقدر تعلي درجة الاضاءة اوطيها. لو هي خلاص الديمر ده هيديتكت انها ديمابل واشتغل معها اقدر ساعتها من اعلي درجة اوطيها. طبعا الديمر ده بتاع في بارو برضو اللي هو الفلاش معه. هيخش برضو جهاز. وده الدمر بتاع في بارو. الدمر مميز بحاجة تانية كمان. انه لو لقى اللوت ان هو مش ديمابل هيشتغل اون اوف. هيحاوله اوتوماتيك فانت ما تحملش ههم الموضوع ده. بقدر يكاليبريد كمان اللوت اللي عليه. نعمل الكلام ده في العمل ان شاء الله مع بعض. والمهم برضو الدمر بتاعته يقدر يشتغل بالنيوترال واللاين زي احنا نشغالين في الريليز. ممكن استخدمه بتواير كونيكشن من غير لاين. من غير نيوترال صريح. فنيوتر هنا مش وصل عندي على سيستم. باعمل الشرط دي واستخدمه. الحاجة برضو المهمة نعرفها هنا. الدمر له لوتز معينة. هنقراها في المانويل البتاعه. هنقراها في اللوت بتاعه بكيب. لو قل عن معينة هتلاقي اللوت اللمبة بتتليكر. يعني الدمر شغال بس اللمبة بتتنور وتتفي. ده معلاني اللوت قليل. بحط له ايه? بحط له حاسب ما باقي باس. تمام? يعني لو اللوت هنا قليل بطر احط طبيعي باس. بطر برضو بتاع فبار. اوكي? ده عبارة عن بكل بساطة كده الكاباستور. اوكي? الكاباستور ده بقدر يخلي اللوت ما يبقاش بليكرينج لانه بس اخر بيقلي شوية. بيناعمل بتاع السيجنل شوية. يهمي العرافية ان ساعتها بحط حاجة صغير مع الدمر بتاعي. اه اسمه اسمه ايه باي باس. تمام? فضا احنا شايفين هنا بيقول لك كلام ده كله بقدر ريموت بالكنترول. برضو بيقاش زي ما قولنا. اوكي? سيجنل ريبيتر طبعا. اه. مقدر يستخدمه يعني او كونكشن بس. اوكي? تمام? فده الدمر. فكده اقدر اتحكم في من سوبارو او من هيلتون. او في الدمر. والدمر ممكن ما احتاجهوش نيوترل. فممكن استادموه ان كيس ما عنديش نيوترل. واقدر اتحكم فيه في دمابون لود. اوكي? اللي بعد كده الارجي بي. الارجي بي. اوكي? في ليد كده بيتباع في ماركت. مشهور اوي. اسمه ار جي بي ليد. اوكي? ده بيغير الوانه. وموجود في حيثة كتيرة جدا يعني. بيقى ادابتور عادة وبيغير الوانه ويسغل لك درجات بين الريد والجرين والبلو. اوكي? ومنه فيها مش موجودة في الميدل إست عادة. فبنحط الوايت الليد الوايت بنحطه ليد الواحد. فانت بتشتري ليد عادة فيه تلات الوان بسميه ار جي بي. سكرينك ليد في الكلام ده. بيوصل عادة على اربعة عشرين فولت اتناشر فولت حسب النوع بتاعه. ولو احتاجت تحط ويت كمان بتحط ايه? ليد ويت لوحده. بتحكم فيه ازاي? هو عادة بيجي معاه بتاعته مش بتحكم به. وخلاص او او اوصله على بتاع فباره اللي هو زي ما قلنا برضو. ده برضو الفلاش ماونت. اوكي? بوصل كل من الليد على الار جي بي. بوصل اللايت اللي هو برضو جاي من جاي من الليد بوصلها الار جي بي. وساعتها بتحكم خلاص في الليد ده من بتاعتي اغاية الالواني زي ما انا عايز. اوكي? برضو بيقيسي بتاعتي. ولو حبيت اتحكم فيه منويل بركب ايه? سويتشز هنا. اوكي? ده الار جي بي. بفيد جدا انك تحط في حتة معينة زي مثلا ورد تلفزيون في بيت النور في الكلام ده بيدي درجات لون جميلة قوي ويرايحة كتير قوي. ده الار جي بي. تعال نخش على الديويس اللي بعد كده. احنا بنجري ليه في الموضوع شوية? لان خلاص الكنس تبقى هو واحد. تمام? خرجت من او دخلت للوالي. الوالي ده ابيض او اسود. تمام? ده الواش. ده بيتشال. الالي اي دي ده اقدر تحكم في النور بتاعه. اصفر اخضر احمر حسب البرامترز بتاعتي. تمام? واقدر اشغل منه. سينجل سويتش او دابل سويتش. لو دابل سويتش اقدر او ادوس على الزرار هنا. او ادوس هنا في الوطفة. ومنه دمر ومنه بردولة رشاطر. نفس المنظر ده. ومنه كمان ديفايسيز مش اكتب. يعني فياش. ويو اس بي ديفايسيز. والكلام ده كله علشان بس اي ميك شور ان انا ايه? ان انا الديكوريشن عمدي ثابت. نفس الديكوريشن. وهتشوف في الصورة وفي اللايف ان شاء الله رب العالمين. تمام? ده الدابل سويتش. نفس التوصيل اهوصل line and neutral واوصله بعد كده على اللود. وطلع ما هو السويتش بلت ان فيه مش بتاعي عمل التوصيل أكتر من كده. تمام? الميزة برضو في الوالي انه بياخد لغاية ستاشر امبير. وده من حاجات العالية. يعني بتاعته. in total ستاشر الامبيرت اسمه على اثنين مع بعض. ده الوالي. في الايه? في الان اوف. في زيه برضو في الوالي بس كده مابل. اوكي? فهذا الدمر بتاع الوالي. وده شكل البيباس. هنا حط لك البيباس اهو اضح عليك شوية في الصورة هنا. ده البيباس. ده قلنا الوصله امتى? لو في في الديكوري في الديه. نفس الموضوع خالص هو line and neutral. واللود عندي. ما ده روصل اللود عليه. واللود ده مابل ونفس الموضوع. هي بتاعي. وقدر احط عليه وقدر ويشتغل طبعا. ولو اللود في عشان اللود وقاطي شوية بحط عليه بايباس. فنفس الموضوع في الديه. خرجنا من الحاجات اللي في الحيطة. خرجنا الحاجة اسمها الول بلاج. فبارو عندها وول بلاج. بكل بساطة جدا انت بتحطه في الفيشة بتاعتك. وتوصل الاجهزتك عليه. كده انت حولت الاجهزتك اللي سمارت. فقدر اتحكم فيه اون و اوف من الابليكيشن بتاعتي. تمام? هو في انه بيقيس الباور والنور اللي اندي شايفه ده. يعني البلو ده ده بيتغير. اللون ده بيتغير. زي ما قلنا في الموشن سينسور اللون بيتغير بيس ده على الدرجة الحرارة. انا عندي هنا دون بيتغير بيس ده على يعني لو اللود عالي اللي واصل على الفيشة هنا تلاقي مسلا النور ده بقى احمر مثلا. احطت مكوى مسلا. احطت هيتر بقى احمر. لو لدء العيل شوية تلاقيه مسلا ايه? الكلام ده. نازل منه طبعا كزا. دي الفرجن مسلا بتاعة مصر. نسميها ايو فيرجن. امارات. ايو كي فيرجن. اوكي? برضو بيقس برضو بيستخدم ان هو فيه منول كنترول فيه فيه هنا صغير كده موجود هنا. ممكن ندوس عليه قافل يفيش افتاحها تاني. تمام? باستخدمه فين? ممكن نحطه على كل الهزة عندي زي التلفزيون. زي الغلاية بتاعة المية. اي جهاز عندي. وصلت من الابليكيشن بتاعتي باور قلت له وخليك ان يشغل ايه? الدفايس التاني. غير كأنه نفص الكهرباء عنه. في جدا برضو في الاجهزة اللي مش اكتب. يعني زي ايه? مش شارك الكهرباء اللي واصل عليه التلفزيون والريسيفر والكلام ده. الكلام ده بيستهلك باور. عايز تعرفها. خط جهاز زي ده. وشوفه بالليل وانت وانت طفيق بس هو بنور النور بتاعه. بتجلل ستاند باي مود. شوف باور كونسومشن قد ايه? حبيت بعد كده توفر باور كونسومشن ده هاتفل الجهاز ده? هتخليه لما تخلص كونسومشن بتقفله لما تحب تبتاح الصمحة تبتاح من النور خلاص. وطيقر تدخله سيناريزه برضو في في الشيت بتاع الباور كونسومشن هيبن لك سلاك لاجهزة بتاعتك قد ايه? الجهاز كان شغال قد ايه مبارح. اه وقت قد ايه? استهل الكاموات. الكلام ده كل. تمام? ده فده ده بنسميها بتاعت صبار. وطيما انه شايفين كده برضو هو مختلف. الدفايس صغير مش كبير. اه شكل وشيك قوي. في شوية بورتكشن فيه. يعني قوانا جدي حط مسلا دبوس ولا حاجة هنا متخشش. اوكي? لازم فيش تخش في الناحيتين مع بعض. ده بورتكشن مدخله في فيشة تبقى شيرته صعبة شوية في برضو صعب انه هوي او الكلام ده كله. واستغدم انه هو برضو ايه? ايه؟ او معك. بي معك. بس قدمه ساعات لما يكون عندي اه السيستم في محتاجة ازود في حتة معينة. فبحطه ووالبلاك زي ايه ده. وصل عليه لجهاز ولي حاجة. يبقى استفدت ان انا اا اا اكبرت السيجنال اعملت اكستنشن السيجنل. وستغنينت الجهاز معي في نفس الوقت. اوكي? فده فبور والبلاك. في عندي تاتش سكرينز يعني عندي تاتش بانلز لانه فبور قلنا ما عندها تاتش بانلز. هل عندي تاتش بانلز? اه في الحقيقة عندي تاتش بانلز. احنا قلنا شفنا الجهاز ده فعندي هنا ديفران تاتش بانلز هنشوفه في اللايف. ده من شركة اسمها امي سي هوم. فعملها لتو ستاندرز. عامل ستاندرز الاوروبي. او يو كي المربع. عامل الستاندرز اللي عندنا اللي هو است اللي هو المستطيل. عندها من الاجهزة دي في الستاندرز ده. ده ماكسام فور جانج. هنا انا عندي ماكسام سري جانج. سوري. عاملها ابيض واسود. وكاستمايزابل يعني بعض المشاريع بنبعث للمصنع برا. نقول له احنا عايزين لون جولد مسلا. بيعطينا جولد. تمام? فده ده حاجة. الحاجة التانية عندها شركة هيلتون. هيلتون من الشركات الجاملة جدا مسراحة. لانه فشان بتاعها والدزاين شكله حلو قوي. وعملها من اول وان جانج. لغاية فايف جانج. ده لسه مش ريديست. بس هو ريديستون. بس هي عاملة لغاية وان جانج لغاية فايف جانج. برضو منه بلاك وايت. وطبعا بتاع برضو يتحكم في الليد ده. برضو هنا في امسي هوم الليد ده لو انت الجهاز مش مش شغال يعني طافي اللود مسلا. بتاع اللود ده بياخد بياخد نور احمر. لو انت مشغل اللود بياخد نور ازرق. هنا نفس الموضوع زي ما انتم شايفين. حتى الواحد واثنين عشان تبقى ده الزرر الاولاني ده الاولاني ده التاني. بقى هنا تعد الشرايط فينا اتنين. لو تلات زرايط بقى تلاعي فيه تلات تلات شرط هنا. وده لو هو انه قفي قبل لون تاني. فالكلام كله واضح يعني وسهل والتحكم بتاعه. على فكرة انت برضو مش محتاج ان انت. يعني لو عندك مثلا او ثري جانج. مش ده يجري لازم تحط ثري جانج سويتش. ممكن تحط فور جانج سويتش. والزرر الفاضل ده يعني مسلا ده ساعتها مسلا ده اللايت الاولاني. وده اللايت التاني. وده اللايت التالت. ممكن احط ده سين. سين يعني ايه؟ ما تدوس عليه؟ بيران حاجة. بيد في كل اللودز مثلا في القوضة دي. او في الغرفة دي. او ينور كل الانوار. او يشغل التكييف. فده ممكن نبقى سين كنترول. فقدر ابرمج الضرائر بتاعتي. انها تبقى لوز وتبقى سين كنترول. تمام? برضو عشان ما انساقوده طبعا احنا قلنا قبل كده اللا هو بتاع بتاع هلتو. اوكي? او منقفل الشاتر بتاع اللايتس محتاجة اتكلم عن حاجة مهمة جدا قبلتنا الفترة اللي فاتت. خلال تلات ربع سنين اللي فاتت تزيد الفترة اللي فاتت بدرة كبيرة. الفترة اللي هنتكلم عنه الان رش كرد. اوكي? القصة ظهرت مع ال اي دي درايفر. ال اي دي بطبيعتها بتسحب باور عالية اوي في الاول في الان بتاعها. في وقت الاي الاوي. فده تعريفه انرش كرد وساعة يقول عليه بيك كرد. اوكي? ففيه في بيري شورت ديوريشن بتسحب باور عالية اوي. اوكي? تمام? زي ما عنا شايفين كده عندنا هنا. يعني ده منظر دي كده. ده غير يعني انت مثلا بتقرأ المانوال بتاع ال اي دي قولك اللي اي دي ده مثلا ده خمسين واط. اه ميت واط. اوكي? هينور النور. فميت واط يعني هيسحب كم امبير مسلا نص امبير. اوكي? في يعني ده. لكن اكشوالي هو ده بتاعه. ده بتاعله زي ده كده. ده لكن هو في الاول خالص في خالص في في الاول بيسحب بيك كرد. ممكن توصل لضعف اللي ميت ضعف في ساعة اكتر. تمام? ولاحظنا الكلام ده بالذات انه واضح قوي في في الحاجات اللي اي ديز. اللي تشيب شوية. اللي رخيصة. اللي مش برانز. البرانز بتلاقي الكرن ده كنترول ده شوية. طيب. ده بياثر على ايه? بياثر على ايه? بياثر على ايه في بتاعتي. سواء بقى خباره وكلام ده كله. بياثر عليها. انه ممكن فعلا لو انت عملش ديزاين صح للسيستم بتاعك وحطيت كده اللي اي دي. على دابل سويتش تلاقي فعلا دابل سويتش بنسميها عمل حاجة ستيكي. آآ ستيكي ستيكي ريلاي. تلاقي ريلاي. انا بقصراح لكم بالتفصيل عشان او قابلتك وتبع عارفنا. تلاقي ريلاي بقى بقى اون. اوكي? وانت من بتاعتك مش عارف تعمل له اوف. بتقول له اوف هو ستيل اون. بتدوس على الزرورات تخليه اوف هو ستيل اون. وده مش بارو بس على فكرة. ده معظم حاجة السمارت هوم. كلها فيها الايشو ده. ليه لانه ده ايشو فيزيكال بتاع ريلاي. الريلاي اللي جوه سويتش ريلاي رفاية قوي. والهيت اللي بيجيت جنريتد في الاول هيت عالي. بيخلي يحصل كأنه ميسكوا ببعض شوية. بالذات لو انا رسيبت الليد شغال فترة طويلة. تمام? طيب. ايه تغلب عبقصة دي? والسيمتمز ايه? السيمتمز خلاص شوناه هو الفيوز بيترب. يعني ممكن الساعة تستطيع ان تنور ال ال اي دي. شغل ال ال اي دي. ترى الفيوز حصل له تريبنك. بعيد خلاص على السمارت هوم. اوكي? السويشز بيبوز بسرعة. تمام? والريلاي بيكونتكت بيستيك توجيهاتر. ايه حلها? حاول تقليل اللوود اللي على السيركيت. يعني او عندي سيركيت مسلا ايس فيها فيها لمبة مسلا فيها عشرين ال اي دي. حاول تقسم الاتنين دول عطول ريلاي. يعني اند اخد هنا كم سلكة على ريلاي ده وكم سلكة على بعض. او مع بعض. فاليوزر مش حاسس بيها بس انت عارف انك بقسمت. اوكي? انكريس ريلاي كبس يعني انا مثلا عندي اللوود حسبت وقلت انا اجيب له ريلاي خمسة امبير. لأ. حط سفتي فاكتور هتريلاي عشرة امبير. او ستاشر امبير زي بتاع هيلتون. اوكي? هيلتون عاملة سينجل ريلاي ستاشر امبير. تمام? او هات حاجة تكون بتصبورت وزير الكروس تكنولوجيا. او زير الكروس تكنولوجيا. تمام? لكن الوالي بيسابورت زير الكروس تكنولوجيا. لكن فانا لو جبت اجيب. لو انا عندي ايدي وقال امبير لوده. الكلام ده اجيب زير الكروس تكنولوجيا. اوكي? زي الهيلتون او زي الفيتروم. هنكلم بيتروم كمان شوية. او زي الوالي بتاع اخبار. او هات اكستنر ريلاي. يعني اكستنر ريلاي ده عبارة عن ريلاي. اه بيتباع في الماركت من كذا شنايدر اي بي كله. انا لما بوصل له باور. افصو لانا باور ريلاي اوف. فانا انسعت اللود بتاعي على ريلاي ده على الكنتاكتور ده. تمام? الكنتاكتور ده بيشير باور اكتر بكتير من ريلاي بتاعنا الحجمه صغير. فانا انسعتها اللود على ريلاي ده. ولو حصل حتى ريلاي ده بازر ريلاي ده عادة ارخص بكتير من الدفايس بتاعك. تمام? ايه تاني في الموضوع فيه ممكن احط حاجة اسمها اا ان تي سي اا ان راش كاران تليميتر ده ديفايس بيتباع تمام بيتحط كده كأنه مقاومة بتتحط في الاول تدنبن يعني تحبص شوية الكارانت العالي اوي ده فتقصه شوية تخليه ما تحركش في فترة الليلة لأ تخليه تحرك فترة سموز شوية تمام هنحط لكم حتى في بريزنتيشن شوية لينكات موجودة في بريزنتيشن شوية لينكات حبيت طورة الموضوع ده شوية هتلاقوها لان فعلا موضوع ده الموضوع زي ما شايفين كده لينكات هاي الموضوع ده موضوع مهم ويناس كتير بتوع فيه مش فاهمة احنا خدنا فترة بنعمل سيرش عن الموضوع ده تمام ولمبناه هنا مرة واحدة عشان تبقوا عارفينه تاني سيمتونس بتاعته ايه ان تلاقي او اللي بيبنى عندنا ساعات كتير في الكيس بتاعتنا تلاقي ان الريلي بقافش تمام بتدوس عليه ما ينهد فيش او على طول منور اوكي من الابليكيشن او من الديفايس نفسه على فكرة حلها ساعتنا تتخبط عليه عشان او في الصورة اولا تفصل عنه كارهة فترة طويلة يعني تفصل عنه كارهة مثلا خالص من الفيوز نص يوم ولا حاجة تلاقي ابتدى يرجع تاني او تخبط عليه انت بتخبط عليه انت الويلدنج اللي حصل او الحاجات اللي حصل ده بيصور عن بعض بس ساعداتنا خلاص الرجاي ده معنى مش صعب يستخدمه تاني تاني اتغلب لها ازاي احط اناش اجيب حاجة زي 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 هيلتون زي فيترون او زي الوالد بتاع فبارو او زي او زي دي كاباستي فانا او بتكلم على 2 امبير محطش ديفايس اربعة امبير لا ممكن احط ديفايس عشرة امبير او تمانية امبير اوكي هنتفرج على بتاعاتنا مع بعض اوكي لكن دلوقتي هنتكلم على حاجة اه براند تاني خالص كان نقلة بالنسبة لنا عشان كده هحطنا له هنا اه حاجة حاجة لوحده ان هو براند نقلة بالنسبة لنا اه ليه نقلة بالنسبة لان اول حاجة هو براند الكواليستي قطو عالية جدا اوكي وحليلي معادلة البراند ده اللي هو فيترون ديزاين حليلي معادلة بصراحة ما كانتش كتصعب ان انا حلها معادلة بكل بساطة الاجهزة اللي عندي يعني انا النهارده ببيع جهاز اللي انت ببيعه لكلينت بيخص يبص عليه اونلاين هيلاقيه تمام ده دي خصة الاسعار فالاسعار بطريقات ما مكشوفة تمام الحاجة التانية ان هو ستاندرد انت ساعة جي لك كلاينت عايز حاجة كاستمايزة والحاجة يونيك ودول مش قليلين دول كتير اوكي فمحتاج حاجة شكلها مختلف كاستمايزة بالشوية هاتش حطتش بتاعه مش عايز يبقى عنده فيلته او مكتبه او شاقته زي الفيلا او الشقة الاكروز ده وايه تمام ففي السيرش بتاعنا ده اوصل البراند ده البراند فيتروم بصراحة فيه شوية ميزات كويسة اول حاجة زي ما قلت لك هحللي التابنج اليونيك ماركت اقدر ده وقت اتكلم في حتة يونيك شوية مش موجودة على اونلاين ولا موجودة على في الاونلاين شابس ولا حتى في النورمال شابس اوكي فيتروم اول حاجة براند ايطالي اوكي اوكي بيسابورت التوب رو تقوز المشروعين اللي عندنا زي ويف وكين اكس فدي فيتروم ده وايس الشغالة زي ويف عندهم لائن زي ويف عندهم لائن كين اكس سوري زي هان شايفين الدزاين بتاعهم حاجة رائعة جدا في الفينيشينج في البراند بيتروم عندها ايه في بتاعتها عندها بتاعت الاي يو بتاعت البريتش اوكي عنده لغاية سيكس باطنز وادر كمان انكريس الكلام ده كله بوش واحد فقدر احط كمان لغاية اتناشر باطن ادرى احط ثلاثة باطنز مثلا شتة باطنز مع اوان باطن ده جايز يكون مثلا بتاع جرس ولا حاجة واهم حاجة كمان عندهم مش بس ازاز او بلاستيك لأ ده انا عندي جلاس وده ببقى انجريف يعني بتلاقي هنا الازاز ده حتى دي محفورة او ستون وده ناشرل ستون ومنه ستون ومنه ماربل يعني رخام او تيك وده زي زي الجلاس بس هنا ده مش محفور ده زي ما نشوف كده او سينس وده بلاستيك من هاي كواليتي واخد الشكل الجميل او ده احنا شايفين انه هو مميز جدا كيرفي اوكي مش موجود في حكة تانية اوكي فده اول حاجة الدزاين نفس المختلف اللي قلنا ده دزاين الوش بتتباع الوش الواحده الواحده الالكترونيك برده جايز يكون دي ويب او كن اكس بختاره اوكي تلاتة باطن سيكس باطنز انا عايز ايه والوش ده الفاس بريد بختاره برضه لازم منسقة مع الباطنز هنا ولازم اختار ساعتها او انا عايز تيك ولا جلاس ولا ستون ولا سينس حسب الفينيشنج بتاعي تمام طبعا الترونيك او الوش لازم يكون نفس الستاندار بتاع البوكس انا لو انا لاستخدم بريتش فيجيب كل بريتش المربع اوكي بيترون ديفايسيز بتتصدم ثلاث حاجات اوكي بيترونيك اوكي بتاعي انا طبعا عشان السيرفيس نفسه محفور فبحش بالتاش قادر احسس اعرفه او ما بنور فيه باك لايت كراون الليد ده حواليه حوالين الزرر نفسه الليد ده بدا تحكم شوية في اللايتنج بتاعه والبرايتنس بتاعه كمان من الابليكيشن وفيه الاكوستي فيدباك اللي برضو ممكن نقفله اوكي في حاجة مهمة برضو في الترياج بتاعهم الترياج بتاعهم 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 ترياج تكنولوجي ده زيرو كراس تكنولوجي بايدفولت مايقصرش موضوع الالي دي انراش ومافيش صوت في الرلاي يعني انا في الامسي هو مساعد حاجة في بارو كمان لما دوس من ابليكيشن بتسمع صوت الرلاي التاككة بتاعته دي انت في الترياج تكنولوجي مفيش التاككة دي اصلا فانت توتالي سايلانت فطبعا هو مميز جدا التريكس الصغيرة دي اوكي دي اللي بتساويه فلوس كتير عند الكلينت اللي ابرشيات الكلام ده طبعا الشكل زي ما قلنا عندي تيك وعندي عندي جلاس اكي والفرق ان ده محفور هنا وده محفور هنا والفنشين طبعا ده اضحك هنا شايفين الكير ده عامل ازاي وهنا وهنا الفنشين هنا عامل ازاي الجلاس اغرى الشام التك بايزاويه وعندي طبعا السطون ومن السطون هو ماربل وده نشر السطون او نشر الماربل اوكي اه وقدر بايزاويه احط على الجلاس حاجة شبه هاي السطون والسنس قلنا عليها برضو وزي ما احنا شايفين كده الجلاس اهو ده الثلاثة الوان بتاعته الستاندرد اي الوان تانية كان بيه كسطميزابوس برضو بقدر اغير في الالوان حسب اللي انا عايزه يعني انا بقى الكلينت هتوريه له الكالرز دي كلها ت قول لي قولك قوله الكالر كود قولي الكالر كود ايه وقدر كمان اكسطميز يعني لو انت عايز تخلي الكالر بتاع وش معين جزء بيربل وجزء بلاك او اي عليه اي لوجا او اي او اي ديزاين كان بيضان اوكي طبعا باكسترا ماني كان بيضان اوكي وده حاجة ما ميزة جدا ده كان جلاس التك نفس الموضوع برضو دي الالوان الستاندرد بتاعته والسنس بنزل منه ابيض بس اوكي ما قدرش حطرها ايكن بس ربما ارى شايفين هو شكله اعمل ازاي طبعا حاجة ميزة جدا الجدا مش موجودة عند حد تقليم خالص غير غير فيترون اوكي والكواليتي ما قولكش عليها طبعا يعني اللي ستون والمربل اهم زي ما احنا شايفين دي العلون الستاندرد بتاعته وده نشر ستون ونشر المربل اوكي دي بري بتاع اللي ستون والمربل عالي شوية ان فعلا ما تبقى يعني ما يجيب اللي ستون يبتد يحفر عليه والكلام ده اه وفي اللي ستون والمربل انت ما عندكش هنا اه يعني هنا مفيش النور. يعني لو رجعنا في حاجات اللي فاتت فيه نور معين. هنا مفيش لمبة. مفيش الايدي هنا. ان الستون والمربل نشر الوان استحالها تحفر فيهم بالروف اللي يحط فيه اللي انت عايزه. ما ينفعش برضه حط عليه. يعني انا هنا عندي مسلا الايكونز دي كستميزة. انا بجيب الزرار. هوقول له حطولي عليه. حطولي هنا او الزرار الايكون اللي فلانية. حطولي الايكونز التانية. فدي الايكونز بتاعتي. اوكي. طعم على الباك لايت مشايفين ده ايكون شكل مع الستون والمربل مع رشاها الطاقة. فيه بروكسيميتي سنسور فيه. فانا انا طبيعة الديفايس طالما ما فيش اكشن عليه قادر اخليه توتالي بلاك يعني يعني النور ده حتى مش منور طالما اطافي الديفايس. اوكي منور طف النور فتوتالي بلاك. إن كيس ان انت مش عايز تنور نور خالص في القوضة انت بتحب تنفي التوتالي في الضلمة. وانس ان انا قربت ايدي منه بتلاقي الليد نور فقدر ادوس على زور اللي انا عايزه. فانس فاتيه بروكسيميتي سنسور فيه. ان انا اقرب ايدي منه يقوم وانور معي فقدر ادوس على زور اللي انا عايزه. تمام? اه وطبعا عنده اوفر كاربه كتير. ففيتروم من الحاجاتهم مميزة جدا. الار جي بي اللي قلنا عليه ده اللي هو ده. اوكي اللي هو الليد ده. وده بقدر اكستمايز الكلور بتاعه. بحطه كمان مع ديفايس التاني. الفيتروم عندها كمان غير الاكتف ديفايس اللي هي الزي ويف او 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 الكن اكس. عندها كمان الرنج بتاع السوكت. وعندها رنج عالي جدا من السوكت. ده مش سمارت ولا حاجة. موديولر قدر حط فيشة مع اس بي. اس بي مع اثر نت. اه فيشة جلوبال فيشة ستاندرد يو كي. مع زرار اوكي. عندهم very large scale of sockets. او كنكتيفيتي يعني ديفايس زي ما هنشايفين. ده بس سامبل زمنها. اوكي. فتعمل الفيلا بتاعتك كلها من فيتروم. اوكي. ايطاليا فينيشينج. very very high quality. اوكي. وتوتري كاستمايزابل. حتى الفيش هنا يا اخوانا ساعات بنطلب معينة. حط لي كافر عليه لوجو معينة. حطه لي. اوكي. المصنع فعلا فيري فيري فليكسبل. ومن الناس المميازين جدا في الحتة دي. بعدك عن حتة بتاعت الاسعار. اسعارها مش موجودة على حاجة ايه حاجة اونلاين خالص. اوكي. احنا بنوزر الوحيد اليوم في الاماراتو في مصر. ده هدو وقت ان شاء الله رب العالمين. وفينها مشاركات متعاونة جدا في الموضوع ده. وهنشوف الكلام ده في اللايف بتاع آآ فيتروم. آآ ناخد بريك ان شاء الله. ونتقابل تاني. آآ ونبتدي نتكلم بعد كده ان شاء الله رب العالمين على بقية الدفايس اللي عندي. اللي